رفض فريق الودادة الرياضي إجراء الحصة التدريبية الأولى باغنية كونكر أمس لحده بأحد الملعب المكسوة بالعشبة الاستراعي بعد استضامه ببرمجة مباراة دمن البطولة المحلية بالملعب الذي وضعه مسؤول حريق نكر تحت تصرف الفريق الأحمر وأكد مصدر المسؤول أن التونسي فوز البنزارت رفض التدرب بالملعب المذكورة بسبب تخوفه من إصابة أحد لاعبه خصوصا أنه من الجيل القديمة لذلك ارتأ برمجة الحصة ذاتها بفندق الإقامة للحفاظ على البرنامج التدريبي الذي سطره قبل السفري إلى غينية اشتركوا في القناة